موسيقى موجز العاشرة لإخبارياتكم من قناة الجزيرة الدولية حيثما كنتم مرحبا بكم استشد ثلاثة فلسطينيين وأصيب ستة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني فجر الاثنين مخيم بلاطة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات الأمر الذي أصفر عن استشهاد الشبان الثلاثة وإصابة ستة آخرين على الأقل برصاص الاحتلال وأضف المصدر ذاته أن قوات الاحتلال تمشر قناصتها على أسطح بعض المنازل القريبة من المخيم كما تمنع مركبات الإسعاف من دخول المخيم وإجلاء المصابين ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات الضائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى ثمانمائة وثلاثة وستين قتيلا وأزيد من ثلاثة آلاف وخمسمائة جريحة وفدت تقرير اليومي لنقابة أطباء السودان بأن العديد من حالات الإصابة والوفاة غير مشمولة في الحصر بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد ويتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار في السودان حيث التنفيذ مساء الاثنين بين الطرفين الذين يواصلان القتال حتى اللحظة رغم تأكدهما نيتهما احترام الهدنة أعلنت روسيا عن انقطاع الطيار الكهربائي مجددا بمحطة زبروجيا النووية جنوبية أوكرانيا وقال أنتولي كورتيف الذي عينته روسيا في هذا الموقع أن المحطة انفصلت بالكامل عن أي إمداد خارجي بالكهرباء بعد أن انفصلت أوكرانيا خط الطاقة الكهربائية التي تسيطر عليها من جانبه قال أمين مجلس مدينة زبروجيا في أوكرانيا أن انقطاع الكهرباء في المنطقة كان بسبب وضع طارئ في إحدى منشآت الطاقة مضيفا أن العمل جاري لإعادة الطاقة الكهربائية للمدينة حقق حزب الديمقراطية الجديد الحاكم في اليونان فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية دون الحصول على الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة بمفردها وتحصل حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ على 40.8% من الأصوات متفوقا على حزب المعارضة اليساري سيريزا الذي حصل على نسبة 20.1% هذا وتمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيل روبولو اعتبارا من الاثنين الأحزاب الثلاثة الكبرى مهلة ثلاثة أيام لكل منها لتشكيل حكومة اتلافية وفي حال فشلها كلها في المهمة تعينوا الرئيسة حكومة انتقالية تقود البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة بعد شهر تقريبا لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم واصب آخرون الأحد في هجوم مسلحين على مطعم في مدينة مونتا نيتا السياحية في الإكوادور وعلن مكتب المدعي العام عبر تويتر عن بدء تحقيق حول الهجوم المسلح الذي استهدف المدينة السياحية على ساحل المحيط الهادئة ختم الموجز مزيد من الأخبار تجدون على مختلف منصاتنا الرقمية أسفل الشاشة الظاهرة وكذلك في مواعيدنا الإخبارية المعتادة على مداري اليوم شكرا لكم على حسن المتابعة طابت أوقاتكم اشتركوا في القناة